السلام عليكم أصدقائي إذن في مباراة ودية منتخب سوريا يغسر أمام المنتخب للأردن الشقيق للشباب طبعا بهدفين مقابل لا شيء في مباراة كان نجمة الأول والأخير هو الحكم في مباراة كان المتعلق بالتسعين داي أول حكم يعني نعرف يعني في المباراة بكل متعلق قلب الهجوم قلب الدفاع الحارس صانع الألعاب لا في مباراة اليوم الودي كان نجمع منتخبنا الوطني أمام منتخب الأردن الشقيق كان نجم اللقاء الحكم الحكم يمكن بعتينه لحكم سلي لا حاله عم يحكم كرة القدم او هذا الحكم اول مرة بحلل او اول مرة عفوا بحكم مباراة في كرة القدم يعني شغلي مو شغل ثم اعرف يمكن بعتينه على المباراة بالغلط للأسف يعني نزع نزع مدعوة المباراة كنا نحكي عن مباراة اولى كان منتخبنا الوطن عم يفوق بهدفين مقابل هدف واحد كانت مباراة رائعة ممتعة منتخبنا ومنتخب شباب الاردن نحن بالنهاية اشقاء نحن بالنهاية عرب نحن حكيت سوريا واردن اردن سوريا نفس الشي نحن عرب وجيران واخوة ان شاء الله انما الشيء اللي عم يصير اليوم بمباراة اليوم تحكميا عب الشيء اللي عم يصير بمباراة اليوم تحكميا يعني ظالم انت بتحكي عن مباراة والدي انت بتحكي عن شبان عم يعملوا معسكر خارجي يعني مغادرين البلد ورايحين عن الاردن لا يعملوا معسكر خارجي لا يستفيدوا من المباراة نحن بنحكي بازار في نهايات كأس اسيا ومنتحب الاردن منتخب سوريا نفس الشي مشاركين نفس البطولة او نفس النهايات اليوم طردين لمنتخبنا الوطني وطرد للمدرب مارك فوتا ونحن بنعرف مارك فوتا هادئ بارد الملعب يعني مارك فوتا ما منعادته انه يعترض على التحكيم او يحكي الشي فانت نمجرد يتيجيك الخبر انه تم طرد مارك فوتا مدرب منتخبنا الوطني فهذا معناه انه بكل تأكيد في شيء خطأ في شيء خطأ مارك فوتا اللي كان عم يفوت بالمباراة متل ما وعدكم في فيديو السابق قلت لكم انه رح يفوت بالمحترفين بتشكيلة متغايرة او بتشكيلة مغايرة اذا بتذكروا قلت لكم رح يبلش ماكسيم صراف تذكروا هذا الكلام فعلا هذا الشيء حدث بلشنا بماكسيم بحراسة المرمى بلشنا ببعض المحترفين فينا نقول هاي التشكيلة تشكيلة التانية لمنتخبنا الوطني امام وما هيك منتخبنا الشاب منتخبنا كان عم يقدم مباراة حلوى كان مقدم مباراة رائعة الى ان تلقينا الهدف الاول كان نتيجة عم تصير بهدف مقابل شيء للمنتخب الاردني بعدين منتخبنا عم يحاول بهجمات يعني المباراة كانت متكافئة بالفرص ازو بكشوف مشمل الفرص بين فريقين او المنتخبين متكامل بالفرص الى ان اتل هدف الثاني للمنتخب الاردني الهدف يلي يعتبر فضيحة فضيحة بالتحكيم او بعالم التحكيم او كمباريات ودية او بعالم كرة القدم ما شفنا المباراة وصلتني بعض الصور الاشخاص الموجودين بالملعب انا عندي ثقة فيهم انا بعرف انه هني بفهموا كرة القدم وبينقولولي الحقيقة الموجودة بالملعب انما الهدف التاني للمنتخب الاردني تسلل واضح تسلل واضح وعلى اسره كان عم يعترض جان مصطفى وكان عم ينطرد كان عم ينطرد بالبطاقة الحمراء لمجرد الاعتراض كان يستحق منتخبنا الوطن ركلة جزاء واضحة ما كان عم يحتسبها حكم اللقاء يعني قرارات حكم اللقاء اليوم متقصدة او متأصد منتخبنا الوطني بغض النظر عن قرارات اللي كانت بعض الكرات في فولات المنتخب الاردني ما كان عم يصفر عليها تأخير وتصفر الفول بعض القرارات الخاطة اللي كان عم يعطيها بالمباراة يعني هذا الشيء كان عم يستفز لعبي منتخبنا الوطن للديئة 75 او ديئة 73 بالشوط التاني مما أدى الاعتراض مارك فوتا مارك فوتا اللي كان عم يطرد على قرارات الحكم عم تلاسمها الحكم الحكم كان عم يطرد المدرب مارك فوتا كان عم يطرد هوزان عثمان جان مصطفى يعني نحن عنا طرد لعبين ومدرب المنتخب مشان شو مشان مباراة ودي والله بنهاية كأس عالم ما بصير هذا الشيء نهاية كأس عالم ما شفناها حدية مباراة ودي عم يطرد لعبين ومدرب المنتخب وبيني هاي المباراة عم تخلص بهدفين مقابل لشيء للمنتخب لأردن مبروك للأردن هارد لك لنا بالنسبة لنا متل ما حكينا هي مباراة دي لكن نحن بدنا نستفيد من المباراة بهيك شيء يعني نحن تسعين داية ضيعناهن على الفاضي ما استفدنا لا نحن استفدنا ولا المنتخب لأردن الشقيق استفاد كنت بتمنى انه حكم اللقاء يكون على مستوى اكبر انه حكم اللقاء يعني لامان انت عم تتحكم لشبان عم تحكم لو منتخب رجال ممكن يقول لك يلا مباراة ومش جيت والمهم ما حد يتعرض للاصابة انت بتحكي عن شبان يعني اي خسارة حتى لو كانت وديه بتأثر نفسيا شفنا منتخبنا الاول ومارك فوت عم يقول لك انه انا لأ بدي اتفوق بالمباراة التانية على الاردن وارجع بفوزين على سوريا وكان بيقدر يعمل هذا الشيء وكان بيقدر يحصل المبارتين انما للحكم كلاما اخر الحكم كان اليوم هونج من اللقاء اليوم كان الحكم هو عم يحكم المباراة انه لازم منتخب الاردن يتفوق بتقصد او بعدم تقصد هذا الشيء تاني نحن بالنهاية مثل ما حكينا بداية فيديو اليوم نحن بالاردن اخوي يعني هي بالنهاية مباراة وديه مباراة وديه بس حتى بمباراة وديه العدل حلو برجع بيقدر انا ما اقول الحكم انه تقصد ان يربح المنتخب الاردن هو الحكم بقراراته خاطئ هو الحكم بقراراته غير موفق هو الحكم لا يصلح له تحكم مباراة كرت قدم اول مرة ين pickled mu Nir Mars. إذا منتخبنا الوطني لعم يخسر بهدفين مقابلوا شيء أمام الأردن إذا محصلت مع سكر منتخبنا الوطني في الأردن فوض في المباراة الأولى بهدفين مقابلوا شيء خسارة بالمباراة الثانية خسارة غير مستحقة بهدفين مقابلوا شيء المباراة الأولى هي هدفين مقابلوا هدف مع طرد ومائoras من الإنسان عثمان جان مصطفى مارك فوتا وانسحاب المنتخب بالوضيفة بداية 75 كان مارك فوت عم يقول له ان المنتخب طلعوا ما ننكفل المباراة ما ننكفل المباراة يعني واضح انه اليوم ما رح نربح يعني وانا كنت بتمنى على منتخبنا الوطني اذا عن جد انتوا شايفين حاكم متأكدين انه حكم متأصد ان يخسركم المباراة وما ينصفكم بقراراته فانا كنت بتمنى منتخبنا انه يسحب خلاص السحبه بعد تشاور وكانوا عم يحكموا بعضه وتدخلوا العقلاء ومدريشوا من هذا الكلام ان هذا الكلام كان عم يرجع المنتخب للملعب يعني ما بده اقول هارد لاك لمنتخبنا الوطني انتو شباب انتو رجال انتو رجال المستقبل انتو مستقبل الكرة السوري برافو برافو يعني حتى انت اليوم عم بتحكي عن طرد هزان عثمان جان مصطفى حتى المدرب مارك فوتو مع هيك عم تلقي خسارة بادافين مقابلة شيء عم تحرم عم تحرم من ركلة الجزاء بالنهاية القادم افضل ان شاء الله خلينا نشوف نهاية فيديو اليوم خلينا نشوف تشكيلة مارك فوتو كيف عم تلقي بحراسة المرمى متل ما حكينا المحترف مكسيم صراف محترف سيسكا موسكو الروسي بالاضافة لمحمود الاسود مقداد احمد مالك جنعير هوزان عثمان جان مصطفى عبدالله زقريد محمود النايف محمد عثمان لياز سفر خالد الحجي هاي التشكيلة كان عم يبلش فيها مارك فوتو بالنسبة الاحتياطين كانوا محمد حسوني محمد يام المطلق عامل فياض مصطفى حمم محمود مهنة انس الحردان محمد اسعد قيس الحسن حسن دهان عداي حسون مهنة فاضل اكساندر مراد عمار عالمي متل ما حكينا ببداية فيديو اليوم تبقى مباراة ودي بتبقى انه مباراة استعدادية بيننا وبين اشقاء المنتخب الاردني بالنهاية نحن عرب نحن اخوة تجمعنا الاخوة العربية ان شاء الله لكن الشيء اللي صار عيب كرة القدم الشيء اللي صار عيب من قبل حكم اللقاء ان كان وديا او رسميا بكرة القدم كانت عم تحكم ودي او رسمي يجب انصاف الفريقين بقرارات صحيحة بقرارات حاسمة مو طرد لاعبين طرد طرد احد اللاعبين ليش لانه اعترض على الهدف التاني اللي هو تسلل واضح فاضح في واضح النهار منتخبنا الوطني كان عم ينحرم من ركلة جزاء بعد حرمانه من ركلة جزاء الانسحاب مارك فوتا او طرد مارك فوتا ثم انسحاب المنتخب لدائي ثم عودة المنتخب الى المباراة او انا كنت بتمنى منتخبنا انه ما يرجع المباراة خلاص بانه الحكم بده يربح المنتخب الاردن الشقيق الف مبروك عليهم نحن والاردن واحد ان شاء الله الرياضة كرة القدم تجمعنا وما بتفرقنا بتمنى للمنتخبين منتخب السوري والاردني في نهايات كأس اسيا التوفيق يا رب وان شاء الله المنتخبين وصلوا الى نهايات كأس العالم نهايات فيديو لهم بتحضرنا على اليوتيوب اشترك بقناة بتحضرنا على الفيسبوك ولايك للفيديو انا لكم كون شكرا اتمنى دائما نظر الله خير السلامة